في حياتنا القديمة أبأنا وأجددنا كان هناك جامعات عظيمة جدا أخرجت عباقرة ربما لم ينالوا شهادات جامعية عليا طب انت بتقول جامعات نعم كانت جامعات يتعلم فيها الصغار أعظم ما يتعلمه مسلم كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الجامعات الجامعات كانت تسمى الكتاتيب كلنا عارفين الكتاب كيف صنع علماء الأمة وكيف هيئ أجيالا عديدة من السابقين إلى أن يكونوا سابقين في كل مجال كل واحد تقرأ مذكراته أو تسمعه إذا كان له أشياء مسجلة يقول لك أنا تعلمت في الكتاب على إيد سيدنا الشيخ فلان هذا الذي أكلمك عنه يمكن يكون الشيخ الشعراوي الشيخ الغزالي العلماء في كل مجالات الحياة في القديم تعلموا في الكتاب إذا كان هذا الكتاب أخرج لنا هؤلاء الأفذاذ والعباقرة والعلماء كل في مجال وكان سببا في تحسين خطوطهم وتقوية زاكرتهم وبث الرجولة في كيانهم وشخصياتهم فلماذا لا نعود إلى نفس هذه الجامعة بشكل مختلف مش لازم يبقى اسم الكتاب سواء حضانة سواء مكتب سواء قاعة أيا كان بأشكال حديثة لكن نعود إلى نفس الروح إلى تعليم أطفالنا منذ نعومة أطفالهم كتاب الله عز وجل فيطلع القرآن هو نشأ على القرآن الكريم شاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فنختصر كثيرا من الجرائم وكثيرا من السلوكيات المنحرفة لأننا سلمنا أولادنا للكتاتيب التي هي جامعات متكاملة الأركان تخرج الشخصية المسلمة التي يرضى عنها الله تبارك وتعالى